سوف نبدأ الدرس الجديد لكن قبل أن نبدأ الدرس الجديد سوف نراجع أي شيء خدنا في الدرس الأول هذا طبعا مجلة التاكمنس تأخله الملف اللي هو تست سوف ننتقل منه طبعا نرجع من البداية طبعا CD لحالها الامر CD لحاله لما يرجعني الى اول مرحلة الى اول مكان اللي هو ايه يعني زي كذا لما اروح افتح البايل هذا راح يرجعني المنطقة هذي اوكي اعمل الاس تلاحظوا متل ما تلاحظوا اننا في نفس المنطقة تسكتوب داونلودز في نفس المكان الهوم تبعي اوكي انا عايز ادخل الان مكان اللي هو الدوكمنت اروح اعمل دوكمنت طبعا متل ما نتذكر انه كل شي كيس سنستيب داخل لينكس لازم تكون تحطها بشكل بشكلها اوكي طبعا راح اعلمكم طريقة الان كيف انه ممكن ان نحن نعملها بسرعة بدون ما نكتب الاسم كامل دوكمنت انا يكفي ان اكتب دي يو سي وعمل تاب تاب زر تاب اضغط على زر تاب هو راح يفعل اوتوكمبليت اوكي اللي هي الانتر دخلت للفولدر نفسه اعمل ls الاقي الملف تبعي اللي هو test وهذا عبارة عن مرايعة للدرس الاول نرجع الى الوراء او نضغط الامر cd ونرجع الوراء نفس المنطقة اوكي الان راح اعلمكم كيف تعملوا مجلد اوكي انا انا خليت هذا الترمنال بهذا المكان عشان بس تشوفوا الحقيات هنا اوكي mkdir اللي هو ميك دايركتوري وعمل اول مجلد اسميه تست اوكي طبعا انا ما دخلش في الديسكتوب عفوا انا لست مش في الديسكتوب انا مش في الديسكتوب انا في المكان هذا لو تقولوا تشوفوا ان انا كريت مجلد اسمه تست راح اعلمكم داخل التسكتوب تروحوا الى cd تسكتوب اوكي على الاس طبعا ما بيش معي الا هذه النسخة الاحتياطية من ملب تست اوكي طبعا ما هي مش مهمة اول ما عمل رستارت ما بتلاقيها شموجودة خلاص تروح تنتهي اوكي اروح اعمل مجلد اسمه تست مجلد اسمه تست اوكي اوكي الان انا في المجلد اسمه تست حتى ممكن احنا نشوف بي دابل يو دي راح تشوفون هوم فادي دسكتوب تست نفس الشي هنا انا اروح في البداية اروح للهوم اروح دسكتوب اروح تست اوكي بالشكل هذا اللي شفتوه هذا اللي هوم دايركتوري اروح اعمل كذا هذا هوم هذا فادي هذا دسكتوب هذا تست هذا نفس الشي هنا هذه اوكي اوكي انا اريع الوراء اعمل cd نقطتين انا ريعت الان للدسكتوب عايز اقرب كمان اعمل فرضا مقلة ثاني mkdir test 2 احد كريات عندي مقلة ثاني اوكي كيف انا امسحه امسحه طبعا في معي الطريقة الاولة اللي هي البسيطة اللي كلنا نعرفها نضغط باليمين اروح نعمله من هنا دليت اللي هي او ممكن انا نضغط عليه كذا ونعمله دليت كونترول دليت كونترول دليت كونترول دليت كونترول دليت لا مافيش شوفوا ان انا موريتكم انه مافيش دليت او موف تو و موف تو تراش اوكي مافيش حاج اسمها دليت موف تو تراش اوكي راح تلاحظون انه تراش فيها المقلد هذا اوكي طبعا في معي الطريقة الثانية اللي هو ريستور وراح يرجع مكانه اوكي هذه الطريقة اللي هي الفجول الطريقة اللي هي انا اعيز اعلمكم هي اللي هي عبارة عن طريقة الترمينال تروح تعملوا ايش ار ام دي اي ار اوكي اللي هي ريموف دايركتوري تست تو تشوفوا اختفار طبعا مش موجود هنا انا راح تحذفتهم بشكل نهائي هذا الطريقة اللي هنا انا اروح احذفه بشكل نهائي اوكي 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 ملف جديد اوكي ملف جديد اذا كانت عايز اصلح ملف جديد انا اروح اكتب هذا الكامند اللي هو تتش اوكي واسمال ملف نفسه تست وان شوفوا طلع اللي تست وان طبعا الملف هذا فاضي اوكي تتش تست 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 فاضي طبعا طلعوا الاثنين في نفس المكان اوكي نروح نسحبهم بشكل عادي فيش اي مشكلة بشكل في جول طبعا لما اروح اعمل الس هنا الس الاقيهم كل شي موجود تست اللي هو عبارة عن مقلد تذكروا ان انا قلت لكم انه يكون المقلد عبارة عن لونه ازرق الملفات لونها ابيض اوكي هذا بالشكل الديفولت الديفولت الشكل الافتراضي الترمنت طبعا ممكن تغير الشكل الافتراضي براح اعلمكم في دروس متقدمة كيف تغيرها من البرو فايل وكيف اغير الالوان من هنا اوكي خليت الموضوع اخضر بس لسه ما كانوا نحنا نحتفظ بنفس الستاندرد اوكي الملفات لو انها دايما المجلدات دايما لو انها ثاني او مختلف اوكي الان انا عايز احذف ملف او ممكن ان انا قبل ما احذف ملف انا عايز الملف هذا اللي هو test1 اعمل منه نسخة كمان اعمل الامر cb اللي هو copy test1 اوكي واسمي الملف اللي راح اعمل منه test انا راح اسميه او 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 طلع الملف هذا عندي اوكي اوكي كيف انا ممكن ان انا اخذ الملفات هذه واخذها واداخلها المجلد هذا طبعا في الطريقة العادية وهي كذا اوكي اللي كلنا نعرفها الطريقة الملفات أروح أعمل أمر اسمه MV اللي هو عبارة عن Move Move Test اسم الملف 1 إلى المقلد Test Slash Test 1 افتهم لكم Move Test Move هذا Test إلى مقلد Test Test وهذا الملف اسمه Test 1 اوكي لو عملت Enter راح اختفى من هنا موجود هنا اوكي اذا انا عايز امسح هذا الملف ايش ممكن اصلح بالضبط او اعيد تسميته اوكي اعيد تسمية هذا الملف طبعا في ال Linux الوضع غريب شوية اذا انا عايز اصلح اعيد تسمية الملف راح استخدم نفس ال command اللي هو MV Test To اوكي واروح اجيب له الاسم الجديد اللي انا عايز اسميه Name Test اوكي اوكي انا عايز امسح الملف هذا كيف اصلح بالضبط اروح افعل ال اعمل ال command هذا RM RE طبعا اذا الاسم طويل ممكن ان انا اعمل RE N اول ثلاثة حروف اول حرفين واعمل TAB على طول اول ما اعمل TAB اعمل اوكي انحذف الملف على طول اوكي RM للملفات معناها remove remove RM M DIR هذا يساوي directory اوكي هذا للمجلدات RM files اوكي RM للملفات RM DIR للمجلدات انتهى هذا الدرس